اخيرا خرج الوزير الاول الى العلن ويكسر حاجز الصمت ليبدي موقفه حول ما تعيشه الجزائر من احداث فلطيلة تسعين دقيقة خاض احمد ويحيا في الاقتصاد والجبهة الاجتماعية والعلاقات الدولية وخاصة في السياسة وعلاقته مع الرئيس بوتفليقة التي اعتبر انه سيكون سعيدا لو استمر لعهدة رئاسية اخرى نقدرش نعرف ازمة ما بين الوزير الاول والرئاسة له رئيس لان انهار يسبح الامر ما وش ماشي الرئيس عنده حل جد بسيط ونينهي مهام الوزير له كاشخاص كل اعضا الحكومة من بدايتهم العبد الضعيف لامامك انا نقول لك ما نكونوش نكونو الا سعادة لك نكمل رئيس الجمهورية احمد ويحيا الذي فضل مقابلة الصحافة بالكشف عن الانجازات التي حققتها الحكومة دافع عن غيابه مؤخرا عن المشهد السياسي في البلاد اولا قلت الظهور الحمد لله ما قلت ليش قلت الناشاط للحكومة لان هذا هو الاهم ان الطاقم يمشي ان الدور ينسق طاقم الحمد لله اعتقد ان بقدر الامكان والكمل لله الحكومة كانت في الميدان كما دفع احمد ويحيا في ندوته الصحفية التي اقامها بقبعة الوزير الاول عن وزراء التربية والصحة والتعليم العالي الوزير اللي يواجه المشاكل لازم يطيح معناه لي عنده مشاكل عنده الحق ونجيبهم لك في القطاعات الثلاثة اللي ذكرتهم تذبذب لازم نغير الوزير نو بالطريقة هذه اولا انت شجع التذبذب ثانيا هذه ما يشتسير الوزير الاول في خرجة مفاجئة كشف ان الحكومة ستنجز حصيلة لعهدات الرئيس بوتفليقة ظاهرها الاجابة عن اتهامات المعارضة المتعلقة بتبديد الف مليار دولار وباطنها الهروب بمبادرته ولد عباس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة